موسيقى موسيقى زمان كنت أصلي في مصلى صغير جنب بيتي عمله واحد من فاعلين الخير في مبنى سكني يعني أخذ جزء من مواقف السيارات وعمله مصلى ومع أنه المصلى كان صغير لكن صوت الإمام كان جميل جدا لدرجة أنه في كل رمضان كانوا معظم الناس اللي ساكنين في الحي يتركوا المساجد الكبيرة ويجوا يصلوا صلاة التراويح في هذا المصلى الصغير بس عشان صوت الإمام وطبعا بسبب هذا العدد الكبير من الناس اللي بيجوا كان صاحب المبنى في كل رمضان يحول كل مواقف السيارات لمكان للصلاة يمنع دخول السيارات ويفرش المواقف كلها سجاد ويحط مكيفات كبيرة بس عشان صلاة التراويح الغريب في الموضوع أنه في اليوم الأول من رمضان لازم أروح قبل أدانة العشة أقل شي بربع ساعة عشان ألاقي مكان أصلي فيه بعد كم يوم يصير لو جيت مع أدانة العشة ممكن ألاقي مكان بعد أسبوع تخل الصلاة العشة وتبدأ صلاة التراويح ولسه فيه أماكن فاضية بعد أسبوعين يشيلوا السجاد اللي يحطوا في مواقف السيارات ويشيلوا المكيفات ويصير عدد الناس اللي بيجوا للصلاة يكفي أنهم يصلوا داخل المصلى الصغير وهنا الموضوع بدأ يحير علماء الحارة ليش في أول أيام رمضان كل هذه الزحمة على الصلاة ويوم بعد يوم يخفى العدد ويبدأ ويختفوا الناس مع أنه الإمام نفسه ما تغير بعد دراسات طويلة اكتشفوا أنه في بداية رمضان يكون مستوى التحفيز مرتفع عند الناس لأنه جالسين 11 شهر بيستنوا رمضان ييجي لكن يوم بعد يوم يبدأ ينقص هذا التحفيز لحد ما يختفي عند كثير من الناس حتى قبل ما ينتهي شهر رمضان درس مهم جدا نتعلمه من رمضان أنه التحفيز لا يدوم طويلا كلنا قررنا قرارات كثيرة في حياتنا بسبب دورة حضرناها أو كتاب قرأناها أو معلومات سمعناها لكن مع مرور الوقت يقل الحماس عندنا لحد ما نوقف غالبا قبل ما نوصل للهدف اللي حددناه إيش السبب يا ترى؟ المحاضر العالمي المشهور زيك زيكلر عنده حكمة رائعة في هذا الموضوع يقول فيها أثر التحفيز لا يدوم طويلا وكذلك الاستحمام لذلك ننصح بهما بشكل يومي طبعا هذا اللي بنتكلم عليه هو المستوى الأول من التحفيز أنه لازم نحفز أنفسنا بشكل يومي عشان نقدر نحقق أهدافنا في مستوى أعلى وهو أنه الناس يبدأوا يشوفون قدوة لهم ونحفزهم لبدء أعمال جيدة أو التوقف عن أعمال سيئة اللي يحب يبدأ في هذا المجال ويحفز نفسه بشكل مستمر أقترح عليه أنه يسمع للمحاضر العالمي ليس براون رح تلاقوا له محاضرات مجانية في اليوتيوب وكثير منها مترجمة بالعربي تذكروا دائما أنه تحفز أنفسكم بشكل مستمر والأهم أنه تراقبوا أفعالكم اليومية لأنها تأثر في الناس اللي حولكم إما بشكل إيجابي أو بشكل سلبي إذا عجبتكم الحلقة أتمنى أنكم تنشروها ولا تنسوا تشتركوا في القناة عشان توصلكم الحلقات الجاية في أمان الله